السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله اليوم حنشوف طريق التوصيل الرسفرات الـ HD الصغيرة على التلفزيونات العادية القديمة الغير دائمة لكبل الـ HD للاستمتاع بمشاهدة القنوات المشفرة وتشغيل الشيرينج ومشاهدة المباريات العالمية مفيش مستحيل مش لازم شاشة التلفزيون العادي يشتغل عادي هو ده الشكل النهائي لتوصيل الرسفر على التلفزيون العادي ان شاء الله دلوقتي هنشوف الخطوات بالتفصيل طبعا زي ما انتم شايفين دي المكونات الخاصة بالـ HD طبعا ده الكابل بتاعنا اللي خاص بالكهرباء ودي شاشة الرسفر ودي اللي جنب شاشة الرسفر ده كابل تلاتة في واحد او اتنين في واحد انا هستخدم اتنين في واحد طبعا فيه واحد خاص بالصورة واحد خاص بالصوت فعلى حسب بقى اللي هجيب معاك سعتمكوني شغل التلفزيون وده طبعا حوري لحضراتكم كمان شوية وطبعا الرسفر طبعا ما فوقش اللي هي المخارج اللي موجودة في الرسفرات الكبيرة التانية اللي هي تلاتة الوان الاصفر والابيض والاحمر اللي في الوصولات اللي هي تلاتة في تلاتة لقدام حضراتكم انا بستخدم رسيفر كوماكس اتشي تو ميني سغير ده مكان قبل القاربة هنركب لقد اكتر بتاع الرسيفر طبعا الرسيفرات دي جميلة جدا بيبعالها طبعا سرفرات خاصة بالشيرنج بنقدر من خلالها نتابع قنوات رياضية على الأمار هنوسط للوقت الشاشة الشاشة الرقمية بتاعت الرسيفر في كتير مننا طبعا لسه معندوش شاشة ربنا يفتح الجميع ويجيب بيبقى عايزي شغل الرسيفرات ديت على التلفزيونات العادية ان شاء الله الفيديو ده تحاركوا ازاي شغلوا الرسيفرات الصغيرة على التلفزيون العادي وده الاي في ده المدخل اللي هنوصل به الكاب الاتنين في واحد او التلاتة في واحد اللي معنا البن اللي قدام حضراتكم ده حندخله في المدخل اللي مكتوب عليه اي في زي ما حضراتكم شايفين وكده ده طبعا آآ سلك الدش كده احنا وصلنا وصلاتنا تمام هنوصل الكهرباء بالرسيفر يا ريت يا جماعة اللي ما اشتركش اشترك في القناة واي استفسار ان شاء الله انا هارض على حضراتكم هنشوف دلوقتي لما نوصل كده الشاشة اشتغلت معنا طبعا الشاشة دي بتتلزق في تلفزيون وده الكابل طبعا كده انا هدي التلفزيون ونجيب نوقف التلفزيون على قناة اي في زي ما حضراتكم شايفين طبعا الرمود بتاع التلفزيون انا مش موجود معايا فبيبقى موجود على الرمود زرار مكتوب عليه ان انت بتقلب من القنوات العادية للقنوات الفيديو طبعا الصورة مش موجودة لان الكابل مش واصل فانا هنجرب كابل كابل في مدخل الفيديو في ظهر التلفزيون ونبص على الشاشة اللي هيجيب معنا صورة يبقى هو ده الخاص بالصورة هنجرب ده الاول الابيض ونبص على الشاشة ما جابش هنجرب الاحمر كده احنا ركبنا الاحمر جاب معنا صورة اهو بس هنركب اه سلك الدش في الرسيفر ما عليش يا جماعة في ناس بتقول اللي اختصر في الفيديو بتاعنا خطوة خطوة عشان الكل ايه يستفاد لما وصلت اه كابل اه الديش اشتغل معنا جاب صورة فاضل الصوت هنحط السلك التاني في المكان الخاص بالصوت زي ما حضراتكم سمعين جاب معنا صوت جارية الاشتراك في القناة ويا رب الفيديو ينول على عجبكم كده كله تمام طبعا اخر حاجة زي ما قلت لحضراتكم بنلزق الشاشة الرقمية الخاصة بالرسيفر في التلفزيون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته